استطلاعات الرأي متقاربة ومقلقة لترامب وبايدن نبدأ أولا مع ترامب استطلاعات الرأي لدى الناخب الجمهوري تغير مزاجها بعد إدانة ترامب فعشر في المئة فقط منهم يستبعدون التصويت له بينما خمسة وثلاثون في المئة من الجمهوريين قالوا إنهم سيصويتون لترامب على الأرجح وبالتالي خمسة وثلاثون في المئة أصواتهم غير مؤكدة لصالح الرئيس الأسبق أما الناخبون المستقلون فخمسة وعشرون في المئة منهم ليصوتوا لترامب بعد إدانته وثمانية عشر في المئة من المستقلين كان جوابهم على الأرجح لا تأكيد أيضا هذا فيما يتعلق بترامب أما الرئيس الحالي بايدن فربما عليه أن يكون أكثر قلقا من ترامب بعد أن انخفطت نقاط بايدن عشر نقاط مقارنة مع عام 2020 بين فئة خريجي الجامعات لترتفع حصة ترامب نقطتين لكن خيارهم بالتصويت ليس بايدن ولا ترامب بل لمرشح ثالث ترجمة نانسي قنقر